الذهب مشاهدين من الملاذات الآمنة لممكن الاستثمار فيها وعندها العديد من الفوايد وأهمها حفظ الأموال وزيادتها ولكن شو الطرق الصحيحة للاستثمار بالذهب وكيف نربح؟ خلونا نشوف هالتقرير يعد الذهب من أغلى السلاق قيمة وسعرا حيث أنها من المعادن النفيسة والتي تعشقها النساء اللواتي يرغبن في اقتنائها مهما غلى ثمنها والاستثمار بالذهب يعتبر من الاستثمارات الناجحة فأسعارها تتميز دائما بأنها في اتجاه الصعود وهبوط أسعارها من الأمور القليلة جدا فكيف تبدأ بالاستثمار في الذهب؟ وما هي الاستراتيجيات الناجحة لذلك؟ حياكم من يديد وحين يسعدني يكون وياي الأستاذ ربيع عطاطرة خبير في الأمن الاقتصادي مساك الله بالخير أستاذ ربيع أساكم الله بالنور والسرور حياكم الله يوم نتحدث عن الاستثمار في الذهب هذا الموضوع خصوصا في الفترة الأخيرة تداول مواقع التواصل التتمعي بشكل كبير الكثير من الخبراء الاقتصادين يقولون أن هذا هو المجال الواحد المفروض يستثمر فيه فنعرف بدايتاً شو يعني استثمار في الذهب؟ يعني أنا ممكن أشتري ذهب سبت الأكسسوار ولكن أني أستثمر فيه شو يعني؟ نعم أول شي بسم الله الرحمن الرحيم أول شي نعرف شو هو الذهب الذهب هو معدن معدن يعتبر من المعادن نسميه النبيلة ويعتبر من أهم المعادن ذات الرقم الذري المرتفع المتواجد في الطبيعة معدن الذهب يدخل فيه الكثير من الأشياء منها الأمور الطبية، الأمور الغذائية، الأمور الصناعية ويعتبر أيضاً نوع من أنواع المواد المهمة في الحياة لنعتبرها كثروة مادية أو مالية إنتاج الذهب حول العالم المتواجد حالياً يقدر أو يقيم بحوالي 200 ألف طن تربع الصين على أهم دولة منتجة إلى الذهب بـ 450 طن سنوياً تليها أستراليا بحوالي 222 طن سنوياً من هذا الذي ينتج 50% مننا يروح لصناعة الحلي والمجوهرات 40% يدخل في الاستثمار و 10% للصناعات زي نتكلم عن الاستثمار، شو هو الاستثمار؟ وهذا اللي نحن ندخل فيه، فنحن يوم دخلنا 40% الاستثمار هناك طرق معينة الاستثمار في الذهب طبعاً أنا حابب في هذه المقابلة أنه دائماً نقول أن الذهب هو الملاذ الآمن دائماً يعني يوثقها في عمله على مستوى الإنسان الطبيعي أو المستثمر أنه هو الملاذ الآمن وهذا يعتبره شعارة في التعامل مع الذهب هناك أربع طرق للاستثمار في الذهب إما أن اليوم أنت تسيرين وتشتريين سبائق ذهب وهذه السبائق الذهب إما تكون موجودة فيزيكياً أو فيزيائياً موجودة عندك أو تكون موجودة في البنك وتستلم عليها شهادات أن أنت تملك هذه السبائق في البنك أو يكون من خلال الاستثمار في ما يسمى الإكسشينج تريدر فاند وهذه عبارة عن محافظة استثمارية تقوم بالاستثمار في الذهب متخصصة في الاستثمار في الذهب الطريقة الثالثة هي العقود الآجلة التي ترى أنهم يشترون مثلاً مجموعة من كميات الذهب ويعتمدون فيها على بيها وعلى شرائها خلال فترات معينة والطريقة الرابعة هي الاستثمار في الشركات التي تعمل في مجال الذهب منها التي تعمل في التنقيب منها فيها شركات التي تبيع وتشتري منها الشركات التي تعمل في الاستثمار في الذهب فهناك عدة طرق للإستثمار في الذهب وكلّاً على حسب مجالها وعلى حسب الميزانية التي يعمل بها نزين كيف نختار؟ يعني شو العوامل اللي تحدد اختيار أي طريقة أن الواحد يستثمر بها؟ جميل جدا خلنا نقول من الأشياء لن أختصر على الموضوع ليش الناس يستثمرون بالذهب مثل ما قلنا أنه هو ملاذ آمن عندما يكون هناك تضخم في السوق التضخم يعني أن القيمة الشرائية للعملة تضعف فيستوي هناك تضخم أو الحالة الأخرى التي هي الكسادة الاقتصادي عندما يكون هناك تضخم جدا فيعتبر هناك مشكلة اقتصادية فيلجأ الناس للشراء الذهب لأن العملة تنقفض قيمتها الخوف من أن الاحتفاظ في العملة قد يؤثر على الاستثمار الخاص في الأشخاص أو حتى في الأسر فينصح في هذا الوقت أن الناس ستشتري ذهب لأن الذهب على مستوى الحياة كان هناك له تراتبية يعني لا يوجد هناك صعود كبير جدا ولا هبوط كبير جدا هناك صعود تدريجي وهناك هبوط تدريجي إلا في بعض الحالات التي نسميها الحالات الاستثنائية وعلى سبيل المثال لو نجينا تكلمنا على فترة كورونا فترة كورونا زاد فيها الذهب بمتوسط 10% خلال الخمس سنوات الماضية زاد سعر الذهب 40% لو تكلمنا على عشرين عام زاد سعر الذهب 600% وهذا دليل على أن الذهب لا يفقد قيمته ولكن يتذذب ذهب نرجع على مثال كورونا كورونا كان سعر الذهب من 1600 وصل إلى 2100 وطبعا هذا كان ذروته لأن كورونا حالة استثنائية يعني لم يصل الذهب إلى هذا الرقم خلال الخمسة وعشرين سنة الماضية ولكن وصل إلىه في كورونا ولكن كان يجب أن يكون حذر في الاستثمار فعندما وصل إلى 2100 تراجع الذهب اليوم أنا أتكلم معاك وسعر الأنصة الذهب 1693 أونصة الذهب يعني 28 جرام بوينت 35 مليل لقرام على أساس الناس تميز ما هي الأنصة من الذهب وهي تعتبر بالدولار الأمريكي فضل إذن هو وصل إلى أدنى مستوياته في العقود الماضية أو القريبة خلال فترة كورونا هل هذا يعني أن هذا الوقت المناسب أن نحن نستثمر في الذهب؟ هو ما وصل إلى مستويات منخفضة بالعكس هو من بداية كورونا طلع طلوع قوي جدا ومن ثم انخفض نعم وهذا كان سؤال جدا مهم أستاذا يعني هذا من أهم السؤال أن نحن نطلع فيه في الحلقة أن الإنسان عندما يشوف فيه هناك صعود متتالي وسريع جدا يجب أن يكون حذر في الاستثمار أن يقف أن الطلوع الشديد يجب أن يكون فيه حذر والنزول الشديد يجب أن يكون فيه حذر فأنت دائما تشتري بالذهب عندما تكون الأرقام مستقرة وبشكل عام نرجع للقاعدة الرئيسية هناك تضخم الناس تلجأ للذهب الذهب على مستوى الحياة من أبعد القرون يدخل في الأمور الدينية يدخل في الأمور الثقافية اليوم الفراعنة يقدسون الذهب التماثيل فالذهب هو عبارة عن ملاذ اقتصادي جيد يجب أن نفهم الوضع الاقتصادي مثل ما قلنا التضخم وإذا كان كساد أو إذا كان هناك القوة الشرائية للعملة تخف يعني مثلا وقت كورونا جميع أسهم العملات انخفضت سعر النفط انخفض طبعا ليش نحن ما لاحظنا السعر خفاض العملات بسبب أن كل العملات خفضت ويا بعض فما أصبح هناك حصلنا فروقات كبيرة ذكرت أستاذ ربيع الكثير من طرق الاستثمار منها في السبائك الـ ATF العقودة الآجلة في الشركات المصنعة والمنقبة على الذهب اللي حد مبتدأ الحين يبدأ في الاستثمار يختار أي واحدة من هذا الطرق طبعا في البداية مثل ما قلنا لازم أن يكون الإنسان عنده قدرة على تعليم نفسه في الاستثمار الذي يخوض فيه فأهم هدف أو الشيء أنك التثقيف تتعلم أنك تبحث عن المصادر الصحيحة والمصادر الصحيحة دائما هي المصادر المرخصة من الجهة التي تكون تواجد فيها أو تريد تستثمر فيها كان في خارج الدولة أو في داخل الدولة أنصح الجميع أن الجميع لدينا حسابات بنكية واللي لديه حساب بنكي هناك بنك وجميع معظم البنوك التي تعمل في الدولة لديها محافظة استثمارية تتعامل في الذهب فالنصيحة الأولى التوجه للبنوك التوجه إلى الشركات المرخصة في الاستثمار في الذهب ومحافظة الذهب ويوجد لديها دليل على ذلك لأن المشكلة الكبيرة الموجودة في السوق حاليا هي كثرة الناس التي تدعي أنها لديها محافظة مرخصة وهي ليس لديها محافظة مرخصة أو لديها الخبراء الحقيقيين للمشهورة لك وبناء عليه نحن نبه نبه الناس أن هناك الكثير من الناس أو خلنا نقول الجهات الغير مرخصة والتي قد تؤدي بالخسارة للاستثمار اللي أنت تقوم فيه وعليه يجب أنك أنت تختار الجهة المرخصة المصدقة ما هي الأسلوب؟ طبعا هذا الأسلوب يرجع لك طبعا بناء على الخبير اللي أنت بتجلس معه اللي هو البانك أو الجهة المرخصة هو بيرشدك بناء على الميزانية وبناء على السن بناء على اهتماماتك بناء على خبرتك في الاستثمار ما هو أفضل الطرق اللي تستثمر فيها إما كان من خلال مثل ما تكلمنا الـ ATF أو العقود الآجلة وحسب الميزانية والمقضية على الاستثمار ولكن الشيء الرئيسي وأنصح الجميع لمشاهدين الكرام أنهم يعتمدون البنوك والجهات أو الشركات الاستثمارية المرخصة من أحد الجهات العاملة في الدولة مثل الـ DFC أو مثل البنك المركزي أو من مثل الشركات المرخصة من خلال مزارة الاقتصاد فهذا أهم معلومة الآن أنت ذكرت لنا أستاذ ربيع أن بالنسبة لمخاطر الاستثمار في الذهب هي قليلة جدا نعم هل هي نفس الحالة وخصوصا في تذبذب أو الحالات الاستثنائية اللي نشوفها نحن الآن من ارتفاع وانخفاض قيمة الذهب هل هي لازالت أأمن من العملات الرقامية مثل البيتكوين أو حتى الاستثمار في العقارات شوف هناك قناعات شخصية وفي قناعات علمية العلمية قناعات العلمية نحن نتكلم هناك طرق للتحليل هناك التحليل الاقتصادي والتحليل الفني التحليل الاقتصادي الذي يعتمد على العرض والطلب أي سلعة في الحياة كانت عقارية كانت مالية أو أي خدمية أو صناعية تعتمد على العرض والطلب وإذا ما يكون هناك في عرض والطلب يكون هناك أخبار حقيقية يعني اليوم مثلا البحث أو أن الشركة الفلانية بدأت التنقيب عن الذهب في المكان الفلاني أو أن حجم زيادة إنتاج مثلا اليوم من أهم الدول العربية التي تتم فيها إنتاج الذهب عند أهلنا في السودان ومنتجون كميات ضخمة جدا ولكن مثلا اليوم ينقصهم المعدات الطرق الحديثة في استخراج الذهب الشركات الحقيقية التي تريد أنها تروح وفعلا تستثمر في الذهب في هذه الدول وهناك التحليل الفني التحليل الفني يعتمد على ماذا؟ يعتمد على أسعار الذهب خلال الفترات السابقة يعني أنت اليوم بتشوفين خلنا نقول شارت أو ما يسمى الرسم البياني بتقولين والله أنا بشوف خلال خمس سنوات أو خلال عشر سنوات بشوف كيف الذهب طلع أو نزل أو كذا وبناء عليه بيكون في عندي تنبؤ استشراف للمستقبل فهناك مثل ما تكلمنا هناك تحليل اقتصادي وهناك تحليل فني من الأشياء مثلا على سبيل المثال اللي تكلمنا فيها في بداية الحلقة عندما يكون هناك تزايد طردي لسعر الذهب بسعر متواصل بالزيادة عن الفترات السابقة بطريقة متطردة فهذا يكون فيه مخاوف وعندما يكون هناك نزول كبير جدا حاد يجب أن يكون هناك مخاوف وعليه الاستثمار بالذهب هو بكل الأحوال هو آمن مثل ما تكلمنا نحن سعر الذهب زاد من 1600 إلى 2100 ولكن معدل الزيادة 10% من العام الماضي بالإضافة إلى أن الذهب من العملات نحن نقول عليها إذا اعتبرت للتجارة أو الاستثمار يجب أن يكون فيها النصاب ويجب أن ننبه على هذا الموضوع أنه هناك نصاب في الذهب نصاب الذهب هو كل شيء أنت تملك من الذهب لا تستخدمه للزينة ومر عليه الحول الكامل ونتكلم عن الحول القمري وهناك نصاب له إذا كان حسب العيار إذا كان عيار 24 عندك 85 جرام فما فوق يكون عليه النصاب إذا كان عيار 21 97 جرام وما أكثر إذا كان 18 113 جرام وما فوق وعليه هو يعتبر من الأصول التي تملكها والتي يجب عليها النصاب والزكاة في الإسلام نتحدث الكثير من المعلومات ذكرتها أستاذ ربيع نطبقها على أمر الواقع الحين أنا مبتدئة ما استثمرت قبل في الذهب وأبا استثمر أول شيء في نهاية هذه المقابلة نختصر هذه المعلومات الحين الوقت المناسب أني أشتري الذهب أم لا السؤال فيه جيد ولكن أنا يعني صعب أن أجاوب عليه بمنحنة واحد خلنا نتكلم أن الاستثمار في الذهب هو المفروض هو استثمار طويل الأجل هو استثمار طويل الأجل وليس استثمار سريع الأجل يعني مما تقول له والله أنا بشتري الذهب اليوم ببيع بعد أسبوع لا نحن نتكلم عن شيراء الذهب هل الحين الوقت المناسب أم لا يعتبر الحين بأسعار مرتفع الذهب ولكن هل هو آمن يعني في بعض الدول مثلا اليوم عند أهلنا في لبنان العملة اللبنانية جدا في تهاوي أصبح كان الدولار وصل الحين إلى 20 ألف ليرة من 15 ألف إلى 20 ألف وقبلها كان 10 ألاف في غضون أقل من 6 أشر إذن نترى إلى أن يكون السعر مستقر أكثر أنا أقول على حسب البيع اللي أنت فيها إذا كان هناك تضخم عالي جدا والعملة يالس تنزل عندك في بلدك يجب أنك مباشرة تذهب إلى الاستثمار في الذهب أنك تحول العملة مالتك تثبتها إلى ذهب ليش؟ لأن هذا الاستثمار أأمن التذبذب فيه جدا منخفض ولكن مثل ما إحنا أريد أن نوصل اليوم أيضا هناك ناس ممكن أن يعملوا مبالغ أو استثمارات يومية من الذهب وأنصح دائما الشراء في الذهب خلال بداية الأسبوع من الاثنين إلى الأربعاء لماذا من الاثنين إلى الأربعاء؟ لأن هذه الأوقات التي تكون فيها المعلومات متوفرة لدى السوق ويكون خلال الخميس والجمعة هي عبارة عن ارتدادات للأخبار التي ترد خلال الأسبوع أستاذ ربيع باختصار شديد نحن هذه النقطة الأولى النقطة الثانية شراء الذهب هل يكون عن طريق قطع مجوهرات أم سبائك إذا ما أسير لي محافظة مالية أو أسير لي الطرق الأخرى أي نوع من الذهب المناسب للاستثمار؟ طبعا للسبائك لأن المجوهرات دائما يكون هناك عليها مصنعية يكون هناك عليها أمور حرفية ويكون هناك عليها أمور تسويقية طبعا دائما نتكلم عن الاستثمار بالذهب نتكلم عن الاستثمار في السبائك أو مثل ما قلنا في الشركات التي تعمل في مجال الذهب أستاذ ربيع طاطرة شكرا جزيلا على هذه المعلومات المفيدة تشرفنا بهذه المقابلة ونحن أسعد ويعطيكم العافية